إذن كان هذا هو الفيلم الثاني فيلم سر الصندوق نبدأ مرة أخرى مع أبي أسامة مجهود طيب من سارة النوح بس هذا الفيلم أنا ما قدرت أحبه ليش؟ يمكن سر في الصندوق يعني الحبكة حسة مفضوحة جدا يعني أنه الفيلم دراميا غير متماسك تماما وطبعا أكتر شيء خرب عليه في الأخير الرسالة المباشرة عن طريق الشاشة يعني زي ما قلنا إحنا كثيرا أنه الفيلم الذي يحتاج أن يحل عقدته بخطاب مباشر هذا يعتبر عجز عند صانع الأفلام في التعبير بالصورة لكن بشكل عامل في ملاحظات جدا جميلة في الفيلم من ناحية الأداء من ناحية الديكور اللقطة الافتتاحية في أشياء كثيرة جميلة في أشياء ليست جيدة مثل الصوت الصوت تسجيله في هذا المكان اللي ممكن يكون في صدى واضح أنهم لم يستخدموا أول شخص فن الصوت لم يكن محترفا بشكل كافي خاصة في بداية الحوار في بداية دخول الولد إلى الصالة لأن هذه اللقطة هي اللقطة الواسعة فيعاني فيها فن الصوت في أن يأخذ الصوت بشكل سليم لكن بشكل عام ظاهر أن المخرجة واعدة وعندها إمكانيات كويسة الفكرة لم تخدمها بشكل كبير أو الحبكة لم تكن واضحة في الفيلم إذن شكرا لك أبو سامة يجب على صناع الأفلام إذن الأخذ بهذه النصيحة لا بد من وجود عقدة في الفيلم وأيضا حبكة أنتقل إلى رسالة محمد بازيد من الولايات المتحدة الأمريكية تفضل سر الصندوق الأسم نفسه مثيره إلى الاهتمام والتشويق برأي تصوير جميل الفيلم مسلي المخرج قام بصناعة حدوتة جميلة فيها تشويق وعبره مستوى الممثلين عموما هو فوق ما نراه عادة في أفلام الشاشة لك هذا أمر جيد الفيلم برأيك أن يحتاج إلى color grading أو لتصيح لوني سينمائي كان فيه فرق واضح بالbrightness ما بين بعض اللقطات المتلاحقة ضمن نفس موقع التصوير وهذا عيب كان يمكن تصليحه بسهولة رؤية المستقبل ما سيحدث يعني لاحقا بالرغم من كونها فكرة ذكية إلا أنها تمت عبر تلفزيون عادي وعدم تفاجئ الإبن مما يراه أنا شخصيا استهجنته يعني كان عم يتفرج عادي على المستقبل يعني بدون ما يقوله أو يظهر عليه التفاجئ مباشرة الرسالة في النهاية بالنسبة إلي كانت صعبة وغير مريحة لكنها مناسبة لإعلان توعوي ويبدو أنه علينا أن نتقبل هذا الشيء أستاذ محمد إذن أيضا مباشرة الرسالة يا أستاذ محمد عبيد الله كررها لأستاذ محمد بيزيد أنت ماذا تقول؟ أنا في البداية يعني كعادة أحاول أفكر وش تصنيف الفيلم فأنا أظن هذا الفيلم أشبه بالفنتازية وهذا الشيء انطبع أيضا على البرودكشن ديزان وتصميم المكان والملابس وهذه الأشياء وجدت أنها جميلة لأنها شوي تصبغ الفيلم ما في أحد يقول لك خلينا يوريك حاجة في المستقبل اللي هو جاهس يتكلم على حاجة خيالية فالبرودكشن ديزان وتصميم الفيلم كان جدا جميل كان فيه إشكاليات بسيطة بعض اللمسات زي ما تفضل الأخوان في الصوت الدراما كان فيه شوي التكلف كان فيه إشكالية بسيطة في حكاية إنه إذا سويت كذا وحيصير كذا والولد تقول آه طيب خلاص أنا أسمع كلام فعلى نمط أخر ساجد أنه انتهى الموضوع يعني ما هي بهذه البساطة تحتاج أنك تصنع فيها كونفلكت وعقدة أكبر منها هي بس مجرد قالوا كلمتين شفت كذا وسمع الكلام الرسالة في النهاية أيضا أنا مو مرة كنت مرتاح لا صراحة لكن الفيلم بالعموم أنا أرى أنه جدا رائع بسبب يعني الأداء الجيد والجمال اللي في الصورة اللي كنت أشوفه في البرودكشن ديزاين أكثر مما هو الكاميرا وأغلب الأفلام الشاشة كان فيها تركيز بشكل مرة كبير على الكاميرا وأنه اللقطة تصير حلوة وعدسات صافية وكاميرا جيدة هنا كان خلنا نقول الاستثمار في في الملابس وفي الديكور فهذه الأشياء فأعطت الفيلم بعد آخر هذا نشوف أنها ميزة الفيلم جميل أبا أسامة إن كان هناك فيلم فيه رسالة مباشرة لا يصبح أن يكون فيلما أم يسقط التقييم عنه تماما والله هذا طبعا أكثر سؤال يثار في الشاشة لك نحن نقول أنه في الأخير تتفاوت يعني خلاص بدنا نقدم تنازلات يعني في الموضوع يعني أنه الناس يمكن أزواقهم تختلف وبالأخير الفيلم طبعا لا يقدم للنقاد ويمكن أصحاب الزائق العالية في الأخير إذا الجمهور تقبلوا يعني كلامنا كله ما عنده معنى يعني إذا هو الفيلم استطاع أن يؤثر في الناس لذلك الآن في السينما تلقى الأفلام التجارية أكثر من الفيلم الفنية ويمكن في النقد ممكن ما تحصل إلى درجتين لكن تلقاه في شبابة تذاكر وقتصحى ماشي إذن كان هذا ثاني أفلامنا فيلم سر الصندوق